أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب بدعم جلالة الملك المفدى بدعم جلالته للعمل الخيري والإنساني داخل وخارج مملكة البحرين ومد يد العون للمحتاجين والمنكوبين من الشعوب والدول الشقيقة والصديقة جاء ذلك بمناسبة منح جلالة الملك المفدى قلادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الطبقة الأولى على المستوى الإقليمي والدولي من قبل المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن هذا التكريم يأتي تقديرا لجهود جلالة الملك المفدى الإنسانية الكبيرة على المستوى الإقليمي والدولي باعتباره قائدا إنسانيا كبيرا وقدوة يحتذا بها في العالم أجمع وعلامة بارزة في العمل الإنساني وتأكيدا لدور جلالته الإنساني الكبير على مستوى العالم وأهمية المبادرات والمشاريع الإنسانية التي يقدمها جلالته لمساعدة المحتاجين والمنكوبين في مختلف دول العالم من جانبي أكد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيد بأن منح جلالة الملك المفدى لهذا الويسام يأتي اعترافا عالميا بجهود وإنجازات جلالته الدؤوبة والمتواصلة في جميع المجالات وخاصة في المجال العمل الإنساني وإيمان جلالته الراسخ بالتسامح والتعايش بين الجميع